اشتركوا في القناة التيار الإسلامي والله الإسلاميين سمعت كغيري من الجزائريين هو أنه فيه ناس حابين يديروا مسيرة يوم 22 فيفري وسمعت كغيري من أنه رايح الناس تخرج من خلال المساجد بل فيه بعض الناس اللي معروفين هكذا على المستوى الإعلامي بعد ما اسمع هذه النداءات انتع الخروج يوم 22 فيفري يريد هو أن يوجه الناس ويريد هو أن يؤطر الناس أو يستغل هذا النداء وقال أيها الإسلاميون اخرجوا من المساجد بعد الصلاة انتع الجمعة كنت اتحدثت في التسجيل الأول وقلت لكم أنا قبل ما الإنسان هو يخرج في مسيرة لابد أن يعرف هذه الجهة التي نادت لهذه المسيرة لازم يعرفها كون هما هذي الناس يا هل ترى حزب سياسي يا هل ترى مجموعة من المواطنين يا هل ترى شخصيات يا هل ترى هذا الناس اللي رهم هما يدعيوا للمسيرات عبر 48 ولاية رهم عندهم منظمين يا هل ترى عندهم مؤطرين ما هي النقاط انتاع البداية ما هي النقاط انتاع النهاية ما هي المطالب ما هي الأهداف إلى غير ذلك من المسائل اللي أي إنسان سياسي أي إنسان يعرف هذا النظام ويعرف السياسة يطرحها هذي الناس اللي رهم ذركهما عندهم توجه إسلامي في الجزائر الناس اللي رهم موجودين في الخارج وظهركم بعد نجي ونحكيه عليهم هذي الناس اللي رهم ذركهما في الداخل كأن من الناس اللي هما شباب اللي ما عندهمش تجربة وما همش ربما متحزبين في المقابل كاي الناس اللي هما جربوا هذا العمل الحزبي وجربوا هذه المسيرات وتحديدا الناس اللي كانوا في الفيس هما اللي اكتووا بنار انتع الأزمة وبنار انتع الفتنة أغلبيا انتعهم وما اللي دخلوا السجون ودخلوا المعتقلات انتع رقان وعين النموس وإلى غير ذلك هما الناس اللي طوردوا من العمل انتعهم شكونا اللي يوقف معاهم هما الناس اللي راهم ما زالوا إلي اليوم ما زالهم يحوسوا على المختطفين العائلات انتعهم ما زالوا إلي اليوم ما زالهم يعانيو شكونا اللي يوقف معاهم لما تشوف انت ذرك هكذا الناس مفرطين في العائلات انتع المختطفين ومفرطين في المساجين اللي راهم دق إلي الآن منهم ما زال إلي اليوم راهم ما زال مسجون مفرطين في اللاجئين اللي راهم بالعشرات وربما مئة الألف اللي راهم موجودين في الخارج ولا واحد يحكي عليهم لا في مواسم ولا في أعياد واحد ما على باله بجدهم طول ويجيوا ناس هكذا غرباء ليست لهم أي مساهمة في الجزائر لا كتابة ولا إنتاج ولا عمل جمعوي ولا تطوعي ولا أي مساهمة من بعد يجيوهما يتصدروا المشهد ويصيروهما أنه يقودوا في شباب فيما الناس رشاد في السجون ورشاد في المعتقلات واللي مرض واللي مات واللي رأهم مصاب بالسكري ومصاب بالسرطان ومصاب بكذا بالإضافة إلى الناس اللي رأهم موجودين في الخارج لاجئين في أوطان الناس ولا واحد على باله بهم من بعد تشوفوا أنتوما رأنا نتبع أنا في الأحداث في هذه الحركة نتع مواطنة رأهم منها دوع لجلبش هما يخرجوا يديروا تجمعات والله مسيرات في الخارج يوم 24 فيفري شوفوا الناس كيف رأتخطط يوم 24 فيفري حركة نتع مواطنة هذي رأكم شفتوا هذي كزوبي داع السلم عمرها مع علي غديري الجنرال علي غديري هذي الناس اللي رأهم رأحين يخرجوا هما يوم 22 فيفري يوم الجمعة اللي هما الإسلاميين رأيحين لما يخرجوا إذا دخلت قوة الأمن قال هم الإسلاميين ولعلكم رأكم شفتوا في بعض المسيرات منها في خراطة الرايات السود رايات السود وش معنتا معنتا داعش لما يخرجوا الإسلاميين وش معنتا معنتها داعش فهمت داعش والقاعدة ورقم تعرفوا لزيتيكات خرج بقندورة بيضاء الزلورد فيه ديك كلها معنى احتمانها راهم الناس يشوفوا فرايات السود لانه ديجا خلاص راهم ديجا دخلوها في الرؤوس تعالناس من خلال المسيرة اللي داروها في خراطة انا لا اتهم ناس خراطة ولكن را كينا ناس را هتخطط كينا ناس را هتدبر تذك لما تشوف انت الناس تخرج يوم 22 فيفري فيما بعد الناس تتصدر المشهد يوم 24 فيفري من خلال وسائل الاعلام هما اللي راهم يحوسوا من خلال وسائل الاعلام هو انه يوجهوا هو انه يقطروا وفيما بعد هما قال هذا الناس راهم معروفين تيار علماني مهم لا اسلاميين ولا ولو وراكم اسمعتوا التصريحات متاع هذا علي خديري من انه راهم استعد للموت واسمعتوه من انه راهم رايح يخرج طوفان شعبي وراكم تشوفوا راشيد النكاز هذا وهذاك غني مهدي وتشوفوا في الخارجات متاعهم كيفاش راهم يمشيوا راني قلت لكم في تسجيلات سابقة منهم اللي راهم يوجد في الارضية معنتها وش هو؟ معنتها هو انه هذي الاسلاميين راهم رايحين يستعملون لخدمة ناس لخطر الاسلاميين ما عندهمش ناس في السلطة ما عندهمش ناس في الجيش حتى اذا راهم كينين الناس راهم موجودين في الجيش ولكن ما يحكم يسك راهم الناس خايفين على المواقع انتاعهم راهم خايفين على المناصب انتاعهم وبالتالي ما راهمش راحين يتحركوا هذا علي خديري هو راهم عنده ناس داخل الجيش ولعل كم راهم سمعتوا تصريحات انتاع بعض الضباط اللي راهم مستعدين حتى للقتل مستعدين للموت وش معنتها؟ معنتها هو انه هذي الناس راهم موجودين رواهم وراهم مقطرين رواهم وراهم راحين يستغلوهما هذا الحرك الشعبي يستعملوه كغطاء على جلبش هما يا اما انه يدروا انقلاب ويا اما هو انه يخلقوا ظروف اللي هي تسمح الناس داخل الجيش على الجلبش يدخلوا في الوقت المناسب وقلت لكم انا في تسجيلات سابقة بل حتى في كتابات منذ سنوات فيه اقلية في الجزائر اقلية ماكرة اغلبية متناحرة راهوا المقال راني ما زالني شايفينه كما اليوم راني كتبتوه منذ اكثر من عشر سنوات فيه اقلية ماكرة وفيه اغلبية متناحرة ذرك هما هذي الناس هذي الاقلية الماكرة عندهم هما وسائل الاعلام وعندهم جهات برا في الخارج راه تدعم فيهم لانها هي ضد الهوية انت اشابي الجزائري بالتالي هما راحين يستعملوا هذي الاسلاميين راحين يديروهم طرشوك باش لما الضربة لما جي يجي فيهم يا اخو يا فيق هذه الازمة يا صاحبي شبعت منكم السجون شبعت منكم المعتقلات شبع منكم المهجر يعني اختطاف قتل تعذيب كذا 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 فيما بعد الناس تطلع على ظهور تاكم فيق العمرك يا صاحبي فيق العمرك مثل الداب حاشاكم هذك والله الجمل هذا الداب رام هزين على ظهره كتب وهزين على ظهره ما نشعر انا كذا هو يوكل في الشعير والله الجمل هذك اللي رام هزين عليه الدقلا وهزين عليه الذهب وهزين عليه ما نشعر في انا كذا هو يوكل في الشوق فيق العمرك يا صاحبي علش يستعملوني انا حبيت انتلو كرام كاين بعض من الناس اللي يذرك هما يقول لك اخو يا وعلش احنا نبقاو احنا ذوك انا مطبقين يدينا وكيفاه وكيفاه علش قلت لك انا اطبق يديك مانيش نقول لك اطبق يديك وعلش انما قلت لك انا مديرش المسيرة راني نقول لك خوذ الحذر انتعك رام رايحين يستعملوك هذا وش اللي ش اللي راني نقول لك فيه رام رايحين يستعملوك انت نهار اللي تدير المسيرة انت اللي تقرر لها التاريخ انتا حوقتاش الشعب الجزائري يعرف قالوا شكون هما هذ الناس اللي راهم ذرك راهم الدعاء وللمسيرة وعندك نقطة البداية عندك نقطة النهاية قال رايحة الناس تخرج من المساجد هاي وين رايحة للمكان الفلاني مدة المسيرة قال مثلا ساعة او ساعتين او كذا باش الناس تدير الحساب التاعها واحد راه قال مثلا عنده رونديفو واحد راه قال مثلا عنده مريض واحد راه عنده زيارة واحد راه عنده عرس واحد عنده ما نش عارف ان اجتماع واحد راه عنده لقاء واحد عنده زيارة عائلية الناس تدير الحساب التاعها قال هام الناس رايحين يديروا مسيرة رايح هتنطلق من البداية للمكان هذا انتاع النهاية انا ندير الحساب بتاعي هو انه انا ندي فيي طريق والله نشوف الطريق على روحي وعلى بالك بالي ركف الجزائر الهكذا بالوقت الحالي وراها كينا السيركيلاسيوم ركما على بالكم بها وركما عايشينها في الجزائر العاصمة فما بالك انت غدوة لما انت تزيد سكر الطريق اذا الاخوة والاخوات لازمكم تاخذوا الحذرنتاكم هذ الناس مثل ما قلت لكم هذ الناس راهما معولين على جلبه شهما يوصلوا للسلطة باستخدام شرائح من الشعب وهذه الشرائح من الشعب اللي هي قادر اتعبأ هذ الناس اللي هما داخل المساجد بالتالي هما قادرين يخرجوا من المساجد من اماكن مختلفة وقادرين هما يخرجوا للشارع لكن هذ الاقلية الماكرة رح رح فيما بعد هي اللي رح تستعمل هذك الحرك الشعبي وتوصلي لانه هذ الناس ما عندهمش قاعدة شعبية وبالانتخابات هما ما رح همش رحين يوصلوا على بالهم برواهم باللي ما عندهمش قاعدة شعبية بالتالي راهم راح نستعملوا الناس لذلك الاخوة والاخوات راني قلت لكم هذا راشد النكاز وهذاك غاني مهدي دستوريا قانونيا الميلف انتاعهم ما يمرش منكم اللي ربما يقول لي وبوتفليقة واهدر علي بوتفليقة يا اخو يا روح السل فراس السل فراس بتفليقة انا اتحدثت عليه في تسعة وتسعين لما كان يجري لما كان ما يهبطش على الطيارة انا بوتفليقة راهو بالنسبة لي ميت واش نهضران على واحد ميت اهضر العصابة اللي راح تحكم باسمه اوكي معاك ولكن السؤال هو كيفاش نغيروها بكنتا لما تروح تخرج انتا ما على بالكش بنقطة البداية ونقطة النهاية ما على بالكش تبع في الوهمة تبع في ناس ما ما تعرفهمش راني قلت لك بالي راها كينة اقلية ماكرة عندها نفوذ وعندها وسائل تعلام وعندها جهات راها هي تدعم فيها هو ما على بالهم بالي غدوة لكينت التكون هذه الارادة الشعبي متاع الصح ويكون ممثل اللي راهو خارج من الشعب متاع الصح ويحمل �데 المشروع علي بالي رح تتجارة انتاهم اراح النوفوذ انتاهم وعلا بالي بالي الجزائر هي زيد تأثر من التونس ومرهو由 ليبيا ومريطانيا وزيد اثر حتى في الوطن العربي على بالهم بالتالي هذا الموقع الاستراتيجي ما لازم شو ما يخليوه يروح من يديهم راها عنا ازمة عنا تاريكا ما لازمش الواحد هو انه يستعملوه ويوصلو به كينة اقلية هذه ما عنداش قاعدة شعبية هم رام يستعملو في الناس راح تقول لي مثلا انا هذا اللي غديري عندهم وناظلين في برج غدير اي راح تحمل على روحك عندو ناس قال مثلا مثلا رام لعبولو مع العاطفة انتاحهم او وعدوهم او قال هذي الناس هذا رام وراءو ناس دخل الجيش والله كذا وبالتالي راح يديه ولده احنا راني نعطيه لكذا وحنا راح يديه بسحبش تقول لي راح عندو مناظلين والله مكنش منها سيد ما عندو حتى علاقة بسياسة ولا يوم شاط في حياته نفس الشي ذرك مثلا هذا نكاز ولا وسموه وش من ورلي ترى المساهمات انتاعه في الجزائر ورلي ترى واحد راح وخرجه من ازمة راح قال مثلا ديرلوسكن والله مثل ما راح ذو مثلا الجمعيات اللي راح موجودة قال مثلا جمعية هذي انتا كيف اليتيم راح مثلا عندها نشاطات دورية راح يديروا قال مثلا في التختين راح يديروا فقال معلبي شانا في عرس جماعي راح قال مثلا معلبي شانا يستثمروا في بعض الاشياء ذوق انتا ذوق قدوة لما تقول لي انتا هذي الناس راح عندهم شعبية عندهم مناظلين وعندهم سمون قل لك وي عندك الحق لما تجيب لي انتا انسان ما عندو حتى مساهمة هزلي ذرك انتا تليفون وراه قاعد يمشي هو والناس راح تمشي وخارجة وهذا الناس ندير عليهم هذا الناس منديرش عليهم سامحني هذا الانسان انتا اللي ناس رحت للسجون والمعتقلات وناس مهجرة منذ عشرات السنين ومعلبي شبهم هذا ذوق انا ننتظر منه الخير للجزائر ما ننتظرش منه لانه ما هوش انسان انتاع مبدأ ما هوش من انسان انتاع قضية هذا انسان راح عواطف ومشاعر راح تمشي فيه فيه اربع ساعة يغير الموقف انتاعوا تمثلوا المشاعر تعوا تمثلوا العاطفة تعوا خلاص انتهى الامر لكن الانسان اللي عنده عقل راح يفكر به انسان اللي راح عنده قضية يتضرب يطيح ينوذ تعذب يتوساء يبقى هو راح عنده قضية راح يمشي معاه ذرك هذا نكاس راح وراء ناس راني قلتها لكم هو راح واجهة ذرك هو راح يتحرك راح على بالهم بالنفسية انتاع المجتمع راح يدرسوا فيها الان من خلال هذه المواقع انتاع التواصل راح يشوفوا من خلال ارقام انتاع الابي قال مثلا في الولايات شكون هما الولايات اللي راح يتحركوا وراح يتبعوا قال مثلا تسجيل اليوم راح يشوفوه قال مثلا في الولايات تاع قال معنى بايش هنا عنابة اليوم تسجيل راح يشوفوه في الولايات تاع بسكرة من خلال ارقام انتاع الابي راح على بالهم بالناس اللي راح يسموه وراح يشوفوه من خلال التعليقات من خلال اسموه الصور والفيديوهات اللي راح تنتشر من خلال قضايا اللي راح موجودة وراهم قاعدين هما جايين من الوراء وقال روح للمكان الفلاني دور منها اطلع منها اهبط منها والناس ما على بال هاش راهم ديرين دراسات راهم يتبعوا في هذه المواقع وعلى بالهم التأثير التاحة لسيما الان موقع نتاع الفيسبوك بالنسبة للجزائريين كان مواقع اخرى ربما ما يعرفوش يعني الاسم التحركات كما ينمغي موقع نتاع الفيسبوك الان راهم عندهم دراسات وعندهم ناس راهم يتبعوا في هذه الأمور وعلى بالي بلي كاين بعض من الناس اللي يضحكوا وعلى بالهم كاين بعض الناس اللي هما يشكوا في هذه القضية الله يسهل عليكم راه مع الوقت النهار اللي تترطق النهار اللي تسيل دماء في ذاك النهاركم تعرفوش راني ينقول منذ سنوات ونحن ننادي المشروع انتاع مجتمع ننادي على جلبه يكون هناك حل نهائي للأزمة الجزائرية شوفوا عدد الناس اللي راهم ملتفين حول هذا المشروع شوفوا عدد الناس اللي راهم دركهما حبين يخدموا للجزائر شوفوا شوفوا العدد انتاعهم شوفوا ناس اللي راهم قال ساعدوا من أجل تجسيد هذا المشروع سواء إعلاميا في الصحف أو في القنوات أو قال مثلا حتى في المواقع شوفوا تروح تلقى انتا إنسان راهو دير له انتا فيديو تعقرد يشتح راهو دير عليه الصوق وراه ينقل فيه من موقع الواحد وكذا لكن تلقى انتا مشروع أو تلقى انتا تسجيل اللي هو يهدف للأخوة بين الجزائريين أو يلمش من الجزائريين أو يسعى على جلبه شوفوا ينهض بالوطن باش تشوف انتا ناس والله ملتفة لا إذن الإخوة والأخوات اراني وضعتكم في الصورة باش غدوة ما يجيش واحد أنا يقول لي بلي مع الباليش وكذا حاولوا هو أنه تنقلوا هذا التسجيل الأكبر عدد ممكن من الناس يا أخوة عندك صفحة في الفيسبوك انقلها عندك صفحة في اليوتيوب انقلها أنا راني دايما نقول بلي المنشورات متاعية سواء تعلق الأمر بالتسجيلات أو بالكتابات راهها مباحة الجزائريين والجزائريات شريطة هو عدم تحريف المحتوى انتاها أو قل مثلا تروح انتا تدير قل مثلا عنوان أو تحذف الاسم انتاعي أو كذا من بعد انتا تحرفها على المسار تاها تنقل المنشورات انتاعي راني قلت لك انقل على روحك دون هو أنه تحرفها تروح انتا تدير مثلا التسجيل تاها يدير فيه صورة انتاها مانيش عارف ان انتاها وحد آخر أو قل مثلا تحرف العنوان والله هنا راني قادرة حتى نتبعك قضائيا ولكن انا راني الشي اللي راني ندير في التسجيلات راني من اجل خدمة الجزائري وبالتالي انا لما جزائريين خوتي أو جزائريات والله ينقلهم التسجيلات تاها بالعكس هذا شرف لي المهم الاخوة والاخوات راني اعطيت لكم الرأي انتاعي فيما يتعلق بهذه المسارة انا مع التغيير الحقيقي وليس التغيير الوهمي انا مع تغيير النظام تغيير حقيقي وليس مع الناس هذو اللي راني يعطيه الفرصة للنظام على جل باش هو يجدد الواجه انتاعو راني قلت لكم كايني الناس في التسجيل السابق راني كايني الناس اللي هما ما تخدمهمش هذه الانتخابات وراني شايفين الوضع في الجزائر راني يراقبوا يحوسوا يخلقوا ارضية ويحوسوا يخلقوا ماناه يمهدلهم على جل باش هما يدخلوا فيما بعد سواء تعلق الامر بالوصول للسلطة او البقاء فيها راني قلتها لكم في التسجيل السابق لذلك الاخوة والاخوات لا سيما من هذو الناس اللي عندهم هما التوجه الاسلامي احذروا من الاستغلال احذروا هو ان الناس يستعملكم حبيتوا تخرجوا غدوة يا اخويا حدوا التاريخ شوفوا ناس شخصيات اللي راها عندها مثل نرعي مسموع تلتقي وشخصيات اللي راهم ذلك هم مثلا معروفين شعبيا عندهم الى حد ما الناس راهم يتبعوا فيهم لما ذلك هما يخرجوا راهم هما مثلا يطروا هذا الحرك الشعبي راهم الناس على بالها قال هاي الاهدف انتعنا قال هاي الاهدف انتعنا هاي نقطة البداية هاي نقطة النهاية حتى غدوة لكان مثلا قال مثلا صرات ديراباج صرات ديراباج الناس اللي راهم ذلك هما علنوا هذا الحرك عندهم سطواروحية عندهم تمثيل اعتباري على جلبه شو هما غدوة يوجه الناس قال اودي احنا رنع لنا بهاي المسيرة تنطلق من المكان الفلاني وبالتالي اي شخص يروح ينطلق من مكان اخر احنا معنا حتى واسمو عليه سلطة عليه ويتحمل مسئولية انتعوه قال هاي المطالبين تعنا وهاي الاهدف تعنا قال مثلا احنا تأجل هذه الانتخابات او قال مثلا اااا الغاء هذ الانتخابات او قال مثلا يناديه الندوة او كذا او كذا او كذا فيما بعد هما هاي المطالب انتا هم محدود اما هو انك انت تروح تمشي من اجل خدمة ناس اخرين تا هكتشوف علاش رح ما رحين يديره هما بالسبت والحد وانتا تديرها بالجماعة علاش السبت والحد هما قال احنا بالليمناش اسلاميين ويديروها في العواصم الاوروبية لانه عندهم درك هما الجيات الداعمة لهم رحين باش هما يقطرو قادرين غضوة من بعد تنوض انتا فرانس فندكات وتنوض انتا البي بي سي وتنوض انتا مع البريشان السي ان ان وتنوض انتا اورو نيوز وتنوض انتا قنوات واحد اخرى من بعد هما يقطرو هذك الحراك وانتا فيما بعد رح وقع تبع واحد ما رح يهضر عليك قنوات هذيك اللي رح هي في يد السلطة رح رح هي فيما بعد لما يعطيوا لها قال مثلا ميصاش قال يلا شيطان هذيك الناس اللي رح تحركت يبدو هما قال مع البريشان يا حرقو سيارة فهمت يا حرقو سيارة في كاش ما طريقة ما دم انتا رح ما عندك شنتا النقطة انتا البداية ما عندك شنتا المكان اللي الناس تلتقي فيه يروحي هما ثمات تحرك الناس في كل بلاصة فهمت من بعد هما يحرقو لك سيارة او يخرجو لك مجموعة من الشباب والله يقوموا بكاش اعمال والله يخلصوهم والله حتى ينوضوا هكذاك منهم والله حتى من الناس اللي رح مقتنعين بالبقاء انتا السلطة والله يخرجوا عندهم الجيش عندهم الشرطة عندهم المخابرات عندهم كذا يروحوا هما يخرجوا في اماكن محددة ويديروا اعمال ومن بعد ينسبوها هما الاسلاميين اللي رحهم خرجوهما بعد سلطة الجمعة ينسبوها لهم ومن بعد قال هاي داعش هاي القايدة هاي كذا وعندهم الجماعة اللي رحهم هما البرا فهمت قال احنا هذو تبرقوهم انهم هذو رحهم حبوا هما يستثمروا في هذا الحراك وحنا ما عندهم حتى علاقة ما عندك انت ناس رحهم ناداو ما عندكش هوا ما رحهم بينين قال درك غدوة هذا عليه غديري هذا ذو رحهم صنعوا له اسم هكذا وهذه زوبي داع السول وهذا وكذا من بعده ما يصيروا يأطروا في الناس يا أخويا احذر حل الراس انتاك يا أخويا ما تبقاش انتا هو انه يستعملوا فيك رأنا مع التغيير حقيقي تغيير اللي لا فيه حتى اقصى ناس تلتقي كلها حول ما اذا انتعي الحوار تلتقي الناس حول مشروع وتلتقي الناس حول رزنامة قال هاي الانتخابات الرئاسية كيفاش تكون قال هاي الحكومة انتعي الوحدة الوطنية ولا حكومة انتعي التكنقراط كيفها تكون قال هاي المواعد هاي المواعد انتعي الانتخابات الرئاسية هاي المواعد انتعي البرلمان هاي المواعد انتعي الانتخابات البلدية وتمشي الناس واحدة واحدة مع بعض على جلبة احنا اولا نمنع هذا الانفجار نمنع هذه الجهات الدولية اللي راها هي تستثمر وتحاوس هي انه الدوميني على الاقتصاد تحت البلاد والدوميني على الجزائر بصفة عامة وعلى الموقع الاستراتيجي نمنع كل شيء من خلال العمل الجماعي نحافظه على الوحدة الوطنية تحتنا وينتذك غضوة خرج في الجوامع ومن بعد جماعة غضوة يخرج لكم في منطقة القبائل كينين في الناسOLLى عالنين عالنينها يؤخي عالتك عالمي ملاحظة ورعاهم يحوثون يفصلون منطقة القبائل وعالنينها ن childish تباكم في سر ترى التصريحات ذيرت ي początku تحدي tongue لتشكيح الجماعيات المسلحة سأركم على لكم بها لا يوجد هنزل衣 هتيلة غضوة يقول لV هو يرينى انا ليسی كينين ناس ي��يوا هاتي ربما انتوم ركست مكتر سعيد ذ perlu ولكن والله العظيم غرام مدين البلد للهاوية لا يعرفوا النظام ولا يعرفوا الأسالي بتاعهم ولا رأهم فاهمين الأمور كمين بطبيعة الحال الإعلام هو اللي ضخمهم والإعلام اللي أرجع منهم هما ناس مشهورين وناس وكذا ولكن نهارة تطرتق الأمور أراكم تشوفوا هذه الوجوه هذه الناس خدوا تروحوا تموت ونتم من بعدهما موتوا وبعثوا لهم الفيديوهات باشوا ما يديروا بها البزنس عن طريق القنوات الفضائية وكذا المهم الإخوة والأخوات احذروا هذه رأي نصيحة نتاعي لكم من خلال يعني تجربة ومن خلال معلومات يعني اللي رأني استقيتها يعني عن طريق هذا الموقع نتاع التواصل ومن خلال بيانات انتاع هذا الناس النشاطات تاعهم تحركات التاعهم ومتصريحات تاعهم رأني أعطيت لكم القضية كيف جماعة رأهم غير مؤمنين بالانتخابات رأهم يحوسوا هما يستعملوا غطاء شعبي على جلبة هما يعودوا يوصلوا للسلطة فيما بعد رأهم تعرفوهم هذه الناس رأهم متجذرين في بعض المنظمات وفي بعض الأحزاب مختارقينهم هذا انتاع لما يسمى بالدولة العميقة هذا ومن بعد رأهم رأي هما فيما بعد يفرضوا المرشح تاعهم أو يوصلوا اللي رأهم يحوسوا ويوصلوا وانتمدوا وتبن هذه كلمتي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر